في البداية طلبت الدكتورة أسنان الفك السفلي لراس الممياء عشان تجري عليها الأبحاث بس يعني ما كانتش متفقلة كده أنها تقدر توصل لنتيجة ولكن بالفعل استطاعت لوريل بعد سنتين بحث أنها توصل لنتيجة في 2018 وهي أن راس الممياء دي كانت لذكر وبالتالي نستنتج من كده أنها للحاكم تحوتي نخت مش لزوجته وأظننا بقى دلوقتي بقى عندنا الخيط الأول ناقص الخيوط التانية واللي كلكم مستنيينها إيه سبب قتلت حوتي نخت؟ وليه راس اتحنطت بشكل منفصل تماما عن جسده؟ وده بقى اللي هينقلنا للسؤال التالت برضو المفروض أن المقبرة دي للحاكم وزوجته فين بقى جثمان الزوجة؟ في البداية كده تعال نفترض أنا وإنت أن الممياء كانت سليمة بنسبة 100% وأنها اتعرضت للسرقة من قبل اللصوص وعشان كده ما تبقاش غل راسها بس طبعا مش محتاجة أقولك أن السبب ده مش منطقي خالص ما هو لو كان اللصوص عاوزين يسرقوا الممياء هيسيبوا الراس لوحدها ليه عشان كده هنلاقي